اشتركوا في القناة وجماله بالذات لأن الخيل العربية خيل هي أجمل خيل الله سبحانه وتعالى خلقها يعني في أنواع خيول كثير ولكن الخيل المميزة هي الخيل العربية وإلها ذكر كثير في الحديث النبوي لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المنفك على الخيل العربية كباسة يديه بالصدقة لا يكبدوها أوليش الحمد لله رب العالمين المصاب جلل مصاب كبير جدا كارثي وحلت بأخواننا في سوريا وفي تركيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى ويقوي المشردين اللي ما يظل لهم مش لا بيت ولا مال واللي يصبر الأهل ذوي الشهداء اللي سقطوا تحت في هذه النكبة ولكن الحقيقة أنه في البداية يعني لما الواحد شاف السور الكارثي السور اللي يعني يتشكك ويتصدع لها القلب بسبب يعني كديش هي سعبي ومؤلمي لا بد أنه الإنسان طوال يقوم ويبدأ يجمع بنفسه من أجل أنه كديش بقدر يساعد لأنه إحنا بالأول وفي الآخر إحنا بشر وإنسان الإنسان إلو قلب وإحنا ناس اللي هم الحمد لله رب العالمين مسلمين من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأمة الرحمة يعني إذا الله سبحانه وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره من المشركين فكيف إذا واحد من المسلمين استجار واستغاب واجب علينا إحنا كمنا بالواجب شفت حسبت حالي كديش أنا بقدر أكدم كدمت اللي بقدر عليه وبالتالي شفت غير كافي والحمد لله أنا شفت إنه في عندي مهرة ممكن إني أنا أعمل أجتني الفكرة الحمد لله رب العالمين إني أتبرع فيها اتصلت في جمعية الراحمون فالله يبارك فيهم يعني أهل خير وجماعة فعلاً مبسطوا للفكرة وطلبوا إنه نعمل مثل مزاد علني لبيع المهرة وطبعاً كل المال بيروح لجمعية الراحمون وجمعية الراحمون بتحولها لإغاثة للمنكوبين هناك شافوا إنه التدخل الأخ الكريم نادر خرز في مربط الملوك عنده علاقات وعنده إمكانية لإنه يكون بهذا المشروع المزاد العلني مع أخوي من الكدس وصار المزاد العلني ووكعل النصيب لأخ من الكدس من بيت حنينة اللي هو أخذها وإن شاء الله مباركي وربنا يوفي كل إنسان شارك في الحملة هاي أريد أن أذكر في آيات كريمي من كتاب الله سبحانه وتعالى إحنا يعني شايفين الدنيا سبحان الله العظيم كأنها تطوي صفحاتها الأخيرة من كتر الأحداث وقدش الأحداث مؤلمين وذلك الإنسان واجب عليه كمسلم إنه يسارع في فعل الخيرات هذا زمن توبي الله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة كزمن توبي والله سبحانه وتعالى يقول كل الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولذلك يعني إحنا لازم نسابق في هذا العمل ملان آيات في الكرآن الكريم التي تحض على الإنفاق يعني ويطعمون الطعام على حبه بحب المال الله سبحانه وتعالى أمرهم أن ينفقوا منهم